السلام عليكم ورحمة الله زيكم عاملين ايه النهاردة جماعة هقول لكم السعقار الادوات المدرسية الكشاكيل والكراسات والسكيتشات وكراسات الرسم والزمزميات واللانشبوكس كل حاجة خليكم معي انت عسري اختار طيب اختار اللي انت عايز اختار اللي انت عايز بص يا جماعة اسعار الزمزميات يعني من اول سبعتاشر ونص لحد وانتو طالعين بقى فوق اربعين وخمسين وستين وتمانين كل حاجة بس في كل الاشكال وكل الاحجام وبينسب برضو اي حد اللي دخله متوسط اللي دخله كبير زي ما قلتلكم بتبدأ من سبعتاشر ونص وفيه بخمستاشر كمين دي كانت بتلاتين جنيه الزمزمية دي فيه منها اللي بتفتح من فوق وفيه منها ايه زي نزم وغطة كده اللي انا وردتلكم اول واحدة دي وفيه بقى الزمزميات دي الزمزمية اللي في ايدي دي بعشرين جنيه اهي وفيه زمزميات تانية بخمسة وعشرين جنيه زي ما انتم شفتوا دي بخمسة وعشرين جنيه وصغير منها بعشرين هي دي كبيرة شوي فيه زمزميات اكبر وفيه حاجات زي كده برضو بس انا مرجحش ان حد ياخدها للمدرسة الزمزمية دي بقى بثلاتين جنيه فيه منها الصغير بخمسة وعشرين ودي ازاز بس ياريت محدش ياخد الزمزميات الازاز المدرسة عشان بتكسر يعني بلايش يعني بلايش الزمزميات الازاز دول بقى اللي انا جبتهم الزمزميات دي قريدوا ايه رأيكم فيها جبت واحدة لحمد وواحدة لتوتا اهو زي ما ان شايفين كده ايا توتا اصلا كنت جايبالها قبل كده بس انا الحاجة اللي بتاعجبني بجيبها وبشيلها وده لانشو بوكس جايبها برضو لحمد وجبت لتوتا واحد لاني دا حاسيت ان هو هيبقى سهل بالنسبة لحمد عشان يوصل اقوله فسهل الفتح فهوه التاني حاس ان هو مش هيعرف يفتحه ويقفله ومش هيعرف يتحكم فيه اللي انتو شفته في الفيديو اللي فيه اللي كنت جايباله في الفيديو اللي فيه فجبت له ده بعشرين جنيه تعالوا بقى نخش على اسعار الكرسات بقى والكشاكيل والحاجات الجامدة دي تعالوا بقى يلا مع بعض كده الكشاكيل بقى عندكم الكشاكيل العادية الاربعين ورقة الدستة بتمانية واربعين جنيه خمستاشر كشكول وفيه دستة ستين ورقة بخمسة واربعين جنيه عشر كشاكيل وفيه دستة تمانين ورقة بتمانية وخمسين جنيه برضو عشر كشاكيل وفيه دستة ميت ورقة يعني الكشكول نفسه ميت ورقة بتمانية وخمسين جنيه بس بيبقى تمان كشاكيل وعايز اقولكم حاجة كمان ان فيه كشاكيل بتبقى 58 ورقة بتبدأ من 42 جنيه يعني الورق مش اضياد دوت بيبدأ من 42 جنيه الكشكول 58 ورقة ما بيبقاش 60 فيه كشاكيل بقى وانواع كتير وحجام كتير زي ما اقولتلكو بيبدأ من 42 جنيه بتطلعين بس ما رجحش ما تجيبوش الدوست ب42 جنيه دي لان ورقها اسود مش يعجبكو فيه اللي احسن منها بقى في 45 دي وسط فيه بقى احسن واحسن الداستة ب55 جنيه دي ورقها كويسة يا دي الديزني الداستة عاملة 100 جنيه فيه بتسعين وفيه بمية الداستة عاملة 100 جنيه ديزني دي اغلى حاجة بصوا بقى اللي انا جبتها انا جبت وسط يعني ما افورتش قوي وفي نفس الوقت ما جبتش حاجة وحشية يعني جبت الوسط دي عاملة 100 جنيه داستة الكراسات دي فيها 20 كراسة ب55 جنيه فيه كل خمس كراسات شكل بعض يعني محمد صراح دوت خمس كراسات شكل بعض وفيه تحت بقى اشكال تاني جبت دا انجليز زي اللي انا وردتها لكم ودي بقى مش هارفة افتحها واشان انا مسكى الكاميرا بايدة تانية ما فيش حاد يسألني هفتحها لكم دي وقت ما تقيل او شاي فتحتها زي ما قلتلكوا جامعة كل خمس كشاكل او خمس كراسات بيبقى شكل بعض جبت الكراسات دي برضو هي كراسات عادية سطورة عادية التانية كات انجليش ودي سطورة عادية اه زي ما قلتلكوا الداستة بخمسة وخمسين جنيه ورقها حلو ورقها كويس انما اللي اقل منها اكت ورقها مش عاجبة ده واجه وواجه اهو الداستة برضو بخمسة وخمسين جنيه واجه وواجه تمانية وخمسين ورقة يعني مش مكملة ستين ورقة ستين الا ورقتين بعملة الداستة عاملة خمسة وخمسين جنيه بس لقيت ورقها حلو وفي اللي اغلى من كده برضو اه بص برضو دي اه كشاكل كشاكل اهي الاورانية كانت كراسات انجليش انما دي كشاكل اه عادية بقى مثل تسطيرها تسطير عادي يعني اه بالنسبة اسعار الكراسات زي ما قلتلكوا نفس اسعار الكشاكل بس الكشكول بيبقى عشر اه عشر كشاكل بخمسة وخمسين اللي انا جايبهم دول انما الكراسات عشرين كراسة عشرين كراسة تمانية وعشرين ورقة يعني الكراسة حجمها تمانية وعشرين ورقة بيبقىفي الداستة عشرين كراسة بخمسة وخمسين جنيه انما الكشاكل الكشكول تمانية وعشرين? والله مصلى على النبي 58 ورقة كشكول الحجم 58 ورقة بيكاين برضو ب55 جنيه بس 10 كشكيل بس دي كشكول 100 ورقة الاخير دار نشوفته مرسوم عليه البيبي ده ده استبتعته ب50 جنيه بس في 10 كشكيل يعني كشكول وقف على 5 أدمي تعالوا بقى ندخل على الكشكيل اللي هي السلك دي بصوك 80 ورقة عمل 20 جنيه كشكيل السلك الميت ورقة عمل 23 جنيه ونص 120 ورقة عمل 30 جنيه 200 ورقة عمل 40 جنيه 240 ورقة اللي هو الكبير ده عمل 45 جنيه تمام كده اهو بصوك الكشكيل السلك فيه بقى على فكرة يعني ايه دي كشكيل بالنسبة بقى كرسات استغنانة شوية حاسة ان هي حجمها قليل شوية بتبدأ من 13 جنيه ونص يعني كشكول السلك كده بتصغنة بتحس ان حجمه زي الكراسة كده بتلاتاشر ونص وفيه بخمستاشر ده انا جبته الوسط ده بخمستاشر جنيه ميت ورقة ده ميت ورقة بخمستاشر جنيه يعني بس مش كبير يعني في النسبة للطول مش كبير قوي يعني حجمه عمل زي حجم الكراسة كده اه تمام هنخش بقى على كراسات الرسم كراسات الرسم السغيرة ليه بتاعت الحضانة ستاشر ورقة بتلاتة جنيه ونص وقفها 3 جنيه ونص اضربهم بقى بيبقى فيها 20 كراسة الكبيرة برضو 16 ورقة ب 6 جنيه ونص الكراسة الواحدة اللي فيه بقى 40 ورقة اللي هو بتاع الناس بقى الكبار في الجامعة او في السنة او حاجة ب 11 جنيه ونص الكراسات الرسمة الكبيرة حجمها كبيرة 40 ورقة ب 11 جنيه ونص كل واحد على حسب بقى ايه المدرسة ما بتتلب مني دي برضو سكيتشات سكيتشات عادية اهي زي ما انتم شايفينها اللي عدت دي كنت اقولها اهل لكم اسعارة بس يلا بقى ده 250 ورقة 250 ورقة باعمل يا ربي 42 جنيه دي بقى الحاجات دي بتاعت الفيسبوك والتويتر والتليجرام الحاجات بتاعت السوشيل ميديا والتيك توك والكلام ده يعني بتكتبوا فيها برضو كده عاملة 22 جنيه على الفكرة هو 100 ورقة كشكل اللي قدامكم ده 100 ورقة عامل 22 جنيه بيبقى مرسومة عليه الحاجات بتاعت السوشيال ميديا زي ما انتم شايفين كده وممكن الناس اللي تدون فيها حاجاتها الناس اللي شغالة في السوشيال ميديا بقى اليوتيوب ورز وكده يا رب نبقى منهم آآ ياخدوا منها واشكالها جميلة واشكالها حلوة برضو وفي بقى حاجات كتير بقى دي حاجات الجامعة السكتشات الكبيرة دي بتاعت الجامعة اللي تحت دي عشان اللي انا ورتها لكم الاول مرسومة عليها حاجات كده بتاعت عيال شوية بتاعت مثلا في داقعة دي دي سنوي انما بتاعت الجامعة بقى مرسومة يعني بتبقى سعيدة ومرسومة عليها حاجات كده رائعة شوية في بقى كل الاشكال والاحجام والاسعار اللي انتم عايزينها يعني الحاجات السلك بتبدأ القرصات بتبدأ من 13 ونص وفي بخمستاشر زي اللي انا اشتريتها وفي بسبعتاشر وانتم طالعين بقى زي ما انا قلت لكم الاسعار كده ودي بقى برضو نوع من انواع الكشاكيل كان نوعها حلوة او تعالوا برضو هوريكم حاجات تانية بس الاسعار السنية يا جماعة بصراحة انا شايف ان هي غالية غالية عن كل سنة في بقى الجلدات جلدات بتاع الكتب وفيه جلدات الكرصات الجلد الله مصال على النبي بخمسة جنيه ونص في عشر جلدات هنا بقى الاقلام احلى اللام موجودة هناك هي روتو يعني احلى اقلام لقيتها في المكتبة روتو باحجام واشكال مختلفة يعني هي مقتزحة السوق كله روتو 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 حتى انا كان نفسي اشوف قلم فرنسي وبيقول له يقول انت قدمة قوي قلم فرنسي ونعادش الكلام انا بحبي الاقلام الفرنسي وانا صغيرة كنت بكتب بيها بس ما عادتش بقول لها كانت حلوة كانت حلوة وكانت بتعيش لما روتو دي برضو حلوة وخطاها حلو ورفيع بس فيها مشكلة انا جبت روتو على فكرة هي برضو جبت اللي هو النوع ده احي زي من ورده لكم مشكلة تانية بتكسر بسرعة من عند السن كده لعله واتكه على كل يوم والتاني يجي يقول عايزين قلم القلم القصر من فوق بس جبت منها بقى بل ما شوف حاجة تانية عشان كان فيه زحمة اللي مرصص بقى بيبدأ من اتنين جنيه وانتو طالعين يعني فيه باتنين واربعة وستة لحد اتناشر جنيه القلم الواحد بس في بقى كل الاشكال والالوان والاحجام والاسعار برضو اللي انتو عايزينها بس انا شايفة من السنة دي الاسعار زي ما قلتلكم الاسعار غالية الاسعار غالية قوي الله يكون فعون الناس اللي مثلا عندها تلاتة اربع خمس عال كده وعايزة تجيب لهم حاجات بجد الله يكون فعونه اهم حاجة كل سنة انتو طيبين ويا رب يجعلها سنة سعيدة علينا كلنا يا رب وتبقى سنة كده جميلة وربنا يفرحنا كلنا واي حد في المدرسة سواء في السنة العامة ابتدائي اعدادي ربنا يفرحكم ويجيبوا درجات كبيرة وكل واحد يا رب كده يحقق كل اللي بيتمنيه ويدخل الجامعة اللي عايزها والعايز يدخل سنة ويدخل والعايز يروح في اي مكان يروح ويجعلها سنة حلوة اهم حاجة بقى احنا لسه في اول السنة ونصحة مني لكل اي حد بيشوفني يعني ذكروا اول بول يعني ما اتركموش اللي ادراسة عليكم لان الترم الاولين بيبقى صغير احنا هندخل في اول عشرة يعني خالص هتبصوا شهر والتاني هتبصوا هتلاقوا امتحانات الميتر وبعد كده امتحانات مص السنة فياريت بقى كله يلحق نفسه في اول كده ويتذاكر اول بول وراء المدرسين ولا تؤجل عمل اليوم الى الغد ما تقولش بقى هنذاكر بكرة لا يوم مش عارفة لا في الاول كده الحق نفسكم تبقى الدنيا لسه يعني ماشية وما تحطوش المذاكرة بقى على دماغكم كلها ويبقى وراءكم واجبات كتير ومذاكرة كتير وكده فكله بقى يلحق نفسه في الاول في فرصة هو عشان انتم ايه تلحقوا نفسكم وتذكروا وربنا يوفقنا يا رب كلنا ولو عجبكم الفيديو بقى اعملولي اشتراك في القناة واعملولي كومنت امر كده زيكم مع السلام